مرحبا حضراتكم مرة تانية استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني خلال زيارته للقاهرة والتي تتضمن مباحثات هناية بين الرئيسين عن العلاقات بين البلدين وأيضا صبل تعزيزها في مختلف المجالات أيضا التباحث حول تطورات القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك قراءة وفية عن هذه الزيارة نستعرضها مع حضراتكم دلوقتي مع دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام صباح الخير أحدكي دكتور ودايما نضيف عزيز علينا في صباح الخير مصر صباح الخير جمانة وصباح الخير أحمد صباح الخير يا دكتور يعني زيارة مهمة هي الأولى بعد سبع سنوات وأيضا هي الثانية بعد مشاركة قطر في أعمال القمة العربية بشارم الشيخ في 2015 عايزة أعرف من حضرتك دلالات هذه الزيارة وأيضا دلالة التوقيت في الواقع جمانة أن مصر تشهد حالة من الزخم الكبير في العلاقات العربية العربية ومن أطلق عليه أولوية السياسة الدائرة العربية في السياسة الخارجية المصرية يعني من حيث التوقيت الزيارة جاد بعد يومين من زيارة وليل عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر وبعد أيام قليلة من القمة السلسية المصرية البحرانية الأردنية وهذا بيعكس حقيقة أن مصر تعطي أهمية كبيرة لمفهوم التضامن العربي لم الشامل العربي تنقية الأجواء العربية من كل رواصب لأن بالطبيعي أن التعاون العربي يصب في مصلحة الشعوب العربية كما أنها يخلق فرص كبيرة من التعاون في المجال الاقتصادي أو المجال التجاري في عديد من المجالات التي تمثل إضافة للأمن القوم العربي ولمصالح الشعوب العربية زيارة الأمير تميم تأتي في توقيت مهم في ظل عالم يشهر تطورات مهمة يعني تحولات دولية مهمة أيضا المنطقة العربية تمر بحالة من التحديات المختلفة النتجة عن ظروف داخلية في المنطقة وظروف خارجية كلها بتعكس حقيقة أهمية هذه اللقاءات وهذا التقارب العربي وهذا التضامن العربي الذي تشكله مصر وتقوده في هذه المنطقة بمعنى آخر أن حالة الزخم هذه بتعكس دلالات مهم يعني زيارة أمير قطر نضع في السياق الكل للسياسة الخارجية المصرية القائمة على أن قوة العرب هي في وحداتهم أن قوة العرب تمثل إضافة لكل العرب أن من المهم أن يكون هناك موقف عرب موحد ورؤية عربية موحدة للتعامل مع كل التحديات والأزماب هذا بيزيد من قوة العرب التفاوضية المستوى الدولي أيضا بيخلق فرص عمل السياسة المصرية حقيقة بتسير في هذا المنظور أو في هذه الاستراتيجية وفكر تلات مصارات متكاملة ومتوازية المصار الأول هو أن تنقية الأجوال العربية والتضامن العربي من شأنه أن يمثل أهمية كبيرة لإحماية الأمن القوام العربي خاصة أن منطقة مثل الشرق الأوسط وهذه المنطقة تحديدة تعرضت في العقد الماضي في معرفة بيئة الربيع العربي إلى هزات كبيرة وعواصف كثيرة يعني أدت إلى صراعات وحروف في المنطقة العربية في بعض الدول ما زالت موجودة هناك أزماب المنطقة تحولت إلى منطقة لتصدير اللاجئين والمهاجرين إلى تصاعد خطر الإرهاب والفكر المتطرف وتداخل قوة إقليمية في المنطقة وتنافس دولي في المنطقة كل هذا نقول أنه أوجد حالة من الفراغات والهزة في النظام الإقليم العربي مصر في عاد الإرسيسي هي ساعة إلى لملامة النظام العربي التضامن العربي وبالتالي هذا هو الدلال الأولى في هذه الزيارة الزيارة الثانية والمصار الآخر في هذه الزيارة هو مصار فكرة المفهوم التنموي مصر تقدم نموذج التنموي لتحقيق التنمية والازدهار للمنطقة والشعوب العربي بمعنى آخر أن تتقطر كدولة اقتصادية مهمة لديها موارد اقتصادية مهمة ولديها استثمارات ضخمة في مصر حقيقة وفي كل الفترات لم تتأثر العلاقات المصرية القطرية الاقتصادية لأن ما يجمع قطر ومصر حقيقة هو أكبر بكثير مما أي خلافات أخرى لأن هناك واسم مشتركة هناك أرضية عربية هناك علاقات تاريخية هناك عوامل هناك عوافر تجمع ولا تفرق صحيح تجمع دائما إلى دفع العلاقات وبالتالي هنا النموذج المصري يقوم على فكرة أن تعزيز ما يسمى العلاقات الصينئية مع الدول العربية القوية الصلبة مثل مملكة العربية السعودية الأمارات العربية المتحدة الكويت قطر البحرين الأردن ما نسميه دول قلب الصلب هذا يخلق نموذج تنموي بيقود العالم العربي من منطقة هلمية منطقة صراعات وحروب إلى منطقة مزدهر اقتصادية هذا الهدف يستهدف أمرين الهدف الأول هو الارتقاء بمستوى الشعوب العربي منها الشعب المصري بالطبع هدف هذه السياسة الخارجية وهذه التحركات بالطبع في القلب منها المواطن المصري لأن وجود تنمية سيخلق فرص عمل سيقود الاقتصاد المزيد من الازدهار الهدف الثاني هو هدف استراتيجي يتعلق به تكفيف بيئة الإرهاب والبطالة والهجرة غير المشروعة لأن منطقة الشرق الأوسط عندما تحاول المنطقة يتم توظيف مواردها الاقتصادية والسياسية وكل هذه الموارد البشرية والشباب بالطبع تحاول المنطقة جاذبة ومنطقة مزدهر اقتصادي المنطقة عاقتها الحروب والصراعات في الفترة الماضية وبالتالي هنا يأتي التعاون الاقتصادي المصري السعودي كما رأينا في وزارة ولي العدل الأمير محمد بن سلمان وتوقيع 14 اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار وقبلها أيضا التعاون القمة السلسية المصرية المحرينية الأردنية وقبلها أيضا رأينا زيارة رئيس المجلس الرئاسة اليمن رشاد العليم المصر وزيارة الرئيس الجزائري للقاهرة في هذا العام زيارة الرئيس السعودية ثم الإمارات كلها حقتها مركمة الربعية العراقية المصرية الأردنية والإماراتية كلها بتعكس أن هناك فلسفة للسياسة الخارجية المصرية تقوم على فكرة تكريس منهج التنمية لأن منهج التنموي هو الذي سيواجه التحديات العنف والإرهاب يؤدي للتحسين أيضا العالم العربي لديه مورد مهمة ولديه مزيان نسبية تكامل بين الاقتصاد المصري والاقتصاد القطري يعني مصر الآن بشارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دولة وعيدة اقتصادية جاذبة الاستثمارات هناك نجاح برنامج الاستثمار الاقتصادي هناك مناخ الاستثمار نظرة مستقرة طبعا كل هذا بيمثل جاذب الاستثمارات الأجنبية وفي القلب منها الاستثمارات العربية والخالجية وربما آخر هذه الاستثمارات دكتور أحمد هي الاستثمارات السعودية التي تمت بناء على مذكرات التفاهم التي حدثت أثناء زيارة ولي العهد لكن في حقيقة الأمر مصر للعرب قوة والعرب لمصر قدرة خلينا هنا نتكلم على أهمية حالة التوافق الموجودة حاليا ما بين قادة الدول العربية قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة الخليجية التي سوف تعقد في 16 من الشهر المقبل بالمملكة العربية السعودية وأيضا اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي بحضور مصر والأردن والعرق يعني في الواقع أستاذ أحمد كان هذا يقودني إلى المصار الثالث في تحركات السياسة الخارجية المصرية فكرة المصار السياسة والاستراتيج اللي هو التنصيق العربي والتشاور من خلال أليات القمم السنائية والسلسية والربعية التي شاهدناها في الفترة الماضية ولا يتعكس دائما كلها فكرة أن ضرورة بلورة موقف عربي موحد زاء التطورات العالمية يعني الأزمة الروسية الأوكرانية أفرزت نتائج مهمة على السعادة الدولة لأنك الآن تحولات مهمة في النظام الدولي يتجه غالبا من الحديث القطبية التي كانت تسيطر عليها أمريكا إلى نظام التعددات القطبية غالبا السلسية القطبية أمريكا، روسيا، الصين وبالتالي الأزمة أيضا أظهرت أهمية الشرق الأوسط كم منطقة في مجال أمن الطاقة يعني كما نرى أمن المنطقة العربية السعودية ودول الخليج في مجال أيضا تأثر في مجال أمن الغذاء وبالتالي كل هذا دفع إلى ضرورة نكون هناك موقف عربي موحد واستراتيجية موحدة للتعامل مع كل هذه التغيرات والأزمات والتحديات العالمية بما يعظم المصالح العربية بما يقلل من الأثار السلبية لتلك الأزمات على المنطقة كانت أول تصرحات جو بايدن أثناء تولي مقاليد الحكم في أمريكا يمكن أنه لن يتعامل مع حلفاء ترامب أو ما وصفهم في ذلك الوقت بهذا المسمى تحديدا في إشارة إلى المملكة العربية السعودية إلى مصر وغيرها ورأينا أول اتصال هاتفي أثناء وقف إطلاق النار في غزة المبادرة المصرية أيدها جو بايدن وتعامل بشكل مباشر مع مصر واليوم في السعودية لأنه يرى في العرب الملاذ الآمن لأزمة النفط تحديدا الموجودة عنده صح سيد سحمد هذا كلام مهم ووزيارة الرئيس الأمريكي بايدن المنطقة في نتصف الشهر المقبل والقمة مع مجلس التعاون إضافة للعراق والأردن ومصر بتعكس أهمية الشرق الأوسط وتعكس أيضا ربما الخطأ الاستراتيجي للسياسة الأمريكية خاصة دائما الإدارات الدموقراطية التي دائما تركز على قضايا وتستخدمها لأغراض سياسية وتخالف حتى مع المنطق والطبيعي لكن دائما هناك علاقات استراتيجية بين أمريكا والمنطقة مصر والسعودية والدول الخليج ودائما الفطور هو نابع ونتيجة لأساسات الأمريكية وبالتالي عندما يأتي الرئيس بايدن هو استدارة وتحول وتراجع عن الخطأ الاستراتيجي فيما تعلق به لانسحاب من المنطقة أو تراجع أولوية المنطقة والتي تركز في قضايا أخرى أو تبني خطابات يعني هي في النهاية لا تخدم المصالح الأمريكية العربية وبالتالي هذا مهم أيضا الزيارات المختلفة ومنها زيارة الأمير التميم لمصر تأتي في سياق القوة العرب وموقفهم قبل القمة المرتقبة مع الرئيس بايدن لأن الآن العالم يتشكل العالم العربي الآن أصبح لاعب مهم في المعادلات الدولية الجديد شيئا ما بينه هذا بيفرض ضرورة وقوة موقف عربي لأن كلما كان هناك موقف عربي قوي رؤية موحدة ومطالب محددة وبالورة تجاه القوة الكبرى وتجاه نظام الدولي هذا بيعطي أن العرب أكثر تأثيرا في توجيه النظام الدولي بما يأخذ المصالح العربي لأن المنطقة كانت مفعول به الآن المنطقة والدول العربية ومصر تقود المنطقة العربية إلى فكرة الفاعل المؤثر هناك تنافس دولي على المنطقة هناك أمريكا تأتي إلى المنطقة هناك روسيا والصين المنطقة لديها موارد ضخمة ولديها عوامل مهمة هذا بالطبع من شأنه أن أي تنصيق عربي أو تعاون عربي هو يصبح في هذا الاتجاه وبالتالي زيارة أمير قطر لمصر تمثل إضافة للأمن القوام العربي إضافة للألقات العربية العربية وتمهد أيضا للقمة العربية المرتقبة في الجزائر في نوفمبر بالتالي نحن الآن نقول أستاذ أحمد أستاذ جماني أننا في مرحلة التحول أو انتقال لمرحلة جديدة في المنطقة العربية المنطقة كانت تشهد حالة من السيولة حالة من الصراعات والحروب والضمار الدخولات الدولية تفتيت المنطقة العربية تهديد الدولة الوطنية تصاعد الإرهاب والتطرف هذا شكل خصما من القوى العربية وعاقة عملية التنمية والتقدم من الازدهار بكل تأكيد الزيارة تؤسس لمرحلة بالطبع جديدة ومرحلة هم يعني زي ما حضرتك قلت هي زيارة مهمة جدا من فكرة تضامن العربي والقوى العربية الموحدة وما إلى ذلك لكن لو نتكلم بلغة المصالح كيف يمكن أن يفيد كل طرف الآخر كيف يمكن أن تفيد مصر قطر وكيف لقطر أن تفيد مصر يعني هذه النقطة مهمة لأن العلاقات الدولية قائمة على المصالح والمصالح والاقتصاد هو الذي يقوي ويدلت الشبك في العلاقات بين الدول يعني قطر دولة مهمة اقتصادية ومصر دولة قوية اقتصادية وكل من هما يمثل أهمية للآخر يعني مصر الآن في مرحلة في الجمهورية الجديدة النهضة للإقتصادات الشاملة. هذه مشروعات عملاقة قومية في محور التنمية في العاصمة الإدارية فرص استثمارية وعيدة تمثل أهمية كبيرة للإستثمارات القطرية يعني العالم كله بشكل عام والدول العربية والدول الأوروبية يعني تحاول التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا. تحاول التغلب على تأثير الأزمات الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي من هنا من خلال بناء شركات اقتصادية مع الاقتصادات الوعيدة مثل اقتصاد المصر يعني التقارب العربي أو التوجه العربي نحو الاستثمارات في مصر. مثل التوجه الأوروبي. رأينا كمت في جراد وغيرها من المجموعات وبالتالي مصر تمثل أهمية كبيرة لجازب الاستثمارات القطرية وهي استثمارات مهمة حقيقة في مجال الطاقة في مجال العقارات والاسكان في مجال الاستثمارات في مجال البنوك وقطاع المصرافي في مجال التكنولوجيا. يعني مجالات متعددة يمكن أن تشكل ميزة نسبية للبلدين. أيضا مصر مهمة لقطر. وأيضا لأن قطر هي دولة أيضا من ناحية الأمن القوام العربي. من ناحية أدنى التعاون الاقتصادي. من ناحية أيضا أنها توفر فرص لهذه الأموال القطرية للإستثمار في الخارج. وأعتقد أن الإستثمارات الأموال القطرية في المصر ربما يكون أكثر فعالية من الإستثمارات في مناطق أخرى في العالم. لأن مصر دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا. ودولة قاصة مشتركة بين البلدين. وبالتالي بلغة المصالح. أعتقد أنه كما أتوقع اليوم ستتم توقيع عدد كبير من الاتفاقات التعاون الاقتصادي. كما حدث في زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كلها بتعكس حقيقة أن هناك ترابط عضوي بين مصر والدول العربية. مصر وقطر. مصر والسعودية. مصر والإمارات. هذا التعاون السنائي وهناك نقطة مهمة. هو يمثل ما يسمى القاطرة. التي تقود المنطقة العربية إلى تعاون اقتصادي أشمل. لأن مفهوم التكامل الاقتصادي الذي كنا نتحدث عنه في السابق لم يتحقق على أرض الواقع. بسبب أزمات وتحديات. بسبب أن الدول العربية كانت تعادل انكسامات وأزمات انكافأت على الداخل. وبالتالي هنا المرهنة على فكرة المسمى تحلفات السنائية والسلسية أو الشركات الصغيرة والسنائية. مثل الشركة المصرية السعودية. الشركة المصرية الإماراتية. الشركة المصرية القطرية. هنا نقطة التحول من المحنة للمنحة. تحقيق مهمة. ما حدث يمكن له نتكلم على التكامل الاقتصادي الذي حضرتك أشارت لي دكتور أحمد. ما حدث من بروتوكول وقع دولة رئيس الوزراء في الإمارات المتحدة بتكامل اقتصادي ما بين مصر والأردن أيضا والإمارات في عدد من القطاعات الحيوية نتيجة الأزمة الحالية. لو لم كانت الأزمة الحالية وأزمة الحبوب وغيرها من نقص سلاسل الإمداد لما كان هذا التكامل الذي يحدث اليوم. أيضا رأينا تصارع الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقات خاصة بتسييل الغاز من مصر. فكل هذا يؤكد أهمية مصر. وزيما حكي. يعني أستخدم النفس المصطلع لحكي. قلت فكرة تحول المنطقة العربية في القلب منها مصر من مفعول به لفاعل. صحيح. طيب. عاوزين هنا نتكلم بقى على ما سوف يتم طرحوا على طاولة النقاش في القمة الثنائية المرتقبة بعد قليل مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. أنا في اعتقادي أن القمة ستناول عدد من الملفات المهمة. ملف سياسي ملف اقتصادي ملف استراتيجي. بالنسبة للملف الاقتصادي سيتم يعني تعزيز تعاون الاقتصادي لمصر القطري. ويعني تطوير الاستثمارات المشتركة من خلال عدد كبير من الاتفاقات الاقتصادية والبروتوكولات التعاون التبادل التجاري. وفي مجال الاستثمارات وتقدم تسهيلات للجانب الكطري للاستثمارات في مصر. وأعتقد أن هذا يعزز بشكل عام الأمن القومي الاقتصادي العربي. وأيضا في مشروعات الغذاء فيما تعلق بأمن الغذاء ومشروعات الزراعة. كلها تمثل أرضية مشتركة لأدي التوقعات. الملف السياسي الآخر هو أيضا التعاون المصري القطري. لأن قطر دولة أيضا لديها تشبكات مهمة في المنطقة. في كثير من الملفات. أعتقد أن هذا سينعكس إيجابا على التعاون مع الملفات مثل ليبيا. أيضا في تعلق بغزة. عادة عمار غزة. ونحن نعرف أن مصر دور مهم في عادة عمار غزة. وتقدم مساعدات. هناك أيضا مساعدات قطرية للقطاع. وأعتقد أن التنصيق المصري القطرية سيمثل أهمية كبيرة في تخفيف المعاناة عن أشقائنا الشعب الفلسطيني في دعم القضايا الفلسطينية. في تعزيز فرص عملية السلام في المنطقة. أيضا فيما تعلق بي تحقيق الاستقرار في المنطقة. وتصفير هذه المشكلات وهذه الأزمات. ضمن التوجه عام لزيارة دور العربي في إدارة الأزمات العربية. كبديل عن الدور الخارجي والدور الإقليمي الذي كان ربما كان دورا سلبيا. أدى إلى طالة أمد هذه الأزمات. وبالتالي التعاون القطري المصري. ويمثل أهمية كبيرة. إضافة كما قلنا للأمن القوام العربي. إضافة إلى البعد الاقتصادي. البعد السياسي. البعد ردناها في الأزمة في أفغانستان. كان لدينا دورا مهما في كثير من الملفات. كل هذا بيعكس حقيقة أن العالم يشهد مرحلة العربي. مرحلة مهمة. التطور جديد. في اعتقادي سيكون له مردودات إيجابية كبيرة. اقتصادية وسياسية واستراتيجية على المنطقة العربية. وهذه المنطقة حقيقة من حقها أن تكون منطقة مستقرة. منطقة مزهرة اقتصادية. لديها إمكانيات. ولديها موارد. لكن للأسف عوامل كثيرة. الإرهاب والعنف والتدخلات الخارجية والحروب. أرقلتها وعاقة توظيف هذه الموارد. وأعتقد أنها ستكون منطقة جاذبة. هذا سيجفف بيئة الفقر. بيئة الإرهاب. بيئة الهجر غير المشروعة. ولذلك القمة اليوم ستدشن في ضمن تدشين المرحلة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط. هي قمة تكملية لقمة المصرية السعودية. لقمة السلسية للقمة العربية. والتي تعكس دائما أن مصر هي التي يقع على طقها عبق القطيرة تقود العمل العرب المشترك. سواء على المستوى الاقتصادي. على المستوى السياسي. على المستوى الاستراتيجي. وأعتقد أن هذا سيكون لها مرضات على المواطن المصري. على الشعب المصري. لأن الآن مصر بعد هذه البنية الأساسية الضخمة. وهذه القاعدة الاقتصادية الضخمة. الآن تنتقل لمرحلة النمو الصافي من خلال استثمارات المحلية والأجنبية. والرئيس السلسي دائما. حتى كما رأينا في زيارة الأمير محمد بن سلمان. ووجه بتقدم كل التسهيلات للمستثمرين الخليجيين. السعوديين القطريين. العرب باعتبار أن العلاقات الشقيقة بين الجانبين. وأن هذا سيكون لها مرضود إيجابي على كل الدول العربية. فكرة تنحية الخلافات جانبا. وتغليب المصلحة العليا للدول العربية. التي نرى الآن. هي نقطة هامة جدا. وأعتقد أننا نأمل أنه في المستقبل القريب. سنجني ثمرها قريبا جدا. لأننا يمكن أن نأمل في هذا الموضوع من زمان جدا. شكرا على كل هذه القراءات والتوضيحات. الدكتور أحمد سيد أحمد خبير. العلاقات الدولية نورتنا في صباح الخليجيين. شكرا. شكرا لك دكتور.